من المصدر نفسه من غيبة النعماني صفحة 152 إنه الحديث الثامن بسنده عن الكاهلي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تواصلوا الإمام يوجه خطابه لشيعته تواصلوا وتباروا وتراحموا فوالذي فلق الحبة وبرأ النسم ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعا يستمر الحديث الإمام يتحدث عن زمان دولة قائم آل محمد فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعا فليس هناك من فقير اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان كما يتحدث عن زمان دولة قائم آل محمد فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعا الأرض ستخرج كنوزها والأرض ستخرج أفلاذ أكبادها